اشتركوا في القناة مرحبا بكم تسعة شهداء وعشرات الجرحة والحصيلة في تصاعد بسبب العدوان التركي على أحد مصائف زاخو أغلب الجرحة من النساء والأطفال تم نقل الضحايا إلى مستشفى زاخو سكان القرية قالوا أن عدد الجرحة أكبر لكن لم يكن من الممكن تفتيش المنطقة بأكملها بسبب القصف المستمر مصادر قالت بأن الشهداء هم طفل بعمري سنة وأربعة شباب وأربع نساء هذا ما حدث اليوم خلية الإعلام الأمني أصدرت بيانا أكدت فيه أنه في تمام الساعة ألف وثلاثمائة وخمسون من هذا اليوم الموافق العشرين من شهر تموز الجاري تعرض مصيف قرية برخ في ناحية دركار التابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك بكردستان العراق إلى قصف مدفعي عنيف أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وجرح ثلاثة وعشرين مواطنا آخر جميعهم من السياح المدنيين تم إخلاؤهم إلى قضاء زاخو هذا وقد أشار البيان إلى أمر القائد العام للقوات المسلحة بالتحقيق الفوري بالحادث وإفاد وزير الخارجية ونائب قائد العمليات المشتركة والسكرتير الشخصي وقائد قوات حرس الحدود إلى محل الحادث للوقوف على حيثياته وزيارة الجرحى صدق؟ من بيّن أنه قصف من تركيا؟ يا تحقيق أي تحقيق؟ هس حالياً مو وقت تحقيقات يجب طرد السفير التركي فوراً يجب أن يكون للحكومة العراقية هيبة يجب أن تخاف البلدان من رد فعل العراق دمنا مرخيص دمنا مرخيص هيبة تسترخص يومية تحقيق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قال أنه لا ينبغي أن يكون العراق ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الأقليمية وصراعات الخارجية يدفع لأجلها العراقيون فواتير الدماء بلا طائل فيما دع الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق واعتماد كل السبل لحفظ البلاد وحماية أبناء الشعب وزارة الخارجية العراقية أصدرت بيانا أدانت فيه القصف وأكدت أن هذه المواقف تمثل انتهاكا صارخا لسيادة العراق وتهديدا واضحا للآمنين من المدنيين الذين استشهد عدد منهم وجرح آخرون جراء هذا الفعل وأضافت الوزارة أن هذا الاعتداء يعد استهدافا لأمن العراق واستقرار شعبه فيما أكدت الوزارة رفضها القاطع لهذه الانتهاكات التي تخالف المواثق والقوانين الدولية وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه خطيا تحت كلمة وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة السيد وزير الخارجية فؤاد حسين وعضوية عدد من القادة الأمنيين بهدف الوقوف على تفاصيل دقيقة حول الطرف المعني بالاستهداف وأنه سيتم اتخاذ أعلى مستويات الرد الدبلوماسي بدءا من اللجوء إلى مجلس الأمن وكذلك اعتماد كافة الإجراءات الأخرى المقررة بهذا الشأن إذن للحديث أكثر عن هذا الملاف ينضم إلينا عبر الهاتف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السيد اسكندر وتوت ياسر اسكندر وتوت أهلا وسهلا بيك أستاذ ياسر بداية خليني أبدي بالتعزية لك ولجميع العراقيين اليوم خسرنا شهداء بسبب قصف تركي تعزائي لكم علو شوية صوت أعتقد مواضح شباب نضبط الصوت نرجع للاتصال طيب سيد ياسر تسمعني هسا نعم بداية ما هو تعليقك على القصف التركي على الأراضي العراقية بسم الله الرحمن الرحيم هذا القصف تكرر أكثر من مرة وعلى الحكومة التنفيذية وعلى القائد العام القوات المسلحة يأخذ موقف مقطع التجاري بين تركيا والعراق وأيضا حتى با اليوم استدعينا السفير التركي ما أعتقد أنك حال هاي إهانة للعراق وللحكومة العراقية هذه ليست المرة الأولى أتمنى يكونك رادع صحيح ويدخل دولة رئيس الوزراء مع أنقرة لحل هذه المشكلة طيب ندنب هاي الضحايا اللي راحت في شمال العراق ما دوركم قبل فترة أيضا بسنجار صحيح وحتى طيران التركي وصل كاركوك بالضبط طيب ما دوركم كنواب في مجلس النواب اليوم طلبنا جلسة طارئة وإن شاء الله بالأيام القادمة سوف تجلس لجلسة الأمين للقفاء واستنكرنا هذا الموضوع وأنا أول قرار لي سأحلق أضويته في مجلس النواب العراقي هذا تصريح بأنك ستعلق أضويتك في مجلس النواب العراقي نعم القصف الجرد على ذهوك اليوم نعم بخصوص ضربة الأتراك على شمال العراق طيب جلسة طارئة متى ستعقد يعني هل سنرى في الساعات القادمة لو مثلا باتش إن شاء الله في الساعات القادمة ذلك راسل مع الأخوان ومع المستقلين ومع الجات الأمن والدفاع طيب لاجم يكون كرد وكردع من قبل الحكومة العراقية ما رأيكم بشأن طرد السفير التركي سيد ياسر والله هذا أول قرار يكون أنه طرد السفير التركي لأن احنا كل ضربة جوية نستدعي السفير وما كفائدة يعني أنا أعتقد الدبلوماسية بعد متر مية الأتراك نقطع التجارة التركية العراقية ويأخذ دورة اليوم القادة العام القوات مسلحة مع أنقرة لاجم يكون حد لهذه المهجلة ولهذا الاستهتار طيب هل لديك معلومات سيد ياسر عن أعداد الشهداء لحد هذه الساعة قد وصل أنا نسمعت أنه أكو أربعين جريح والشهداء ما أعرف بالمضبوط لأن ما أخذت الحصول النهاية يعني سمعت بالأخ شكفان أعضل يجا 8 دفاع عبزاخ ويلتقي مع سيد رئيس أركان الجيش يقين التفاصيل اليوم ليلة إن شاء الله إن شاء الله يكون للعراق رد قوي يليق بما حصل اليوم من قصف تركي شكرا جزيلا لك السيد النائب ياسر اسكندر وتوت عضو لجنة الأمن ودفاع النيابية طيب الشارع مهادي الشارع اليوم يغلي بسبب هذا القصف وهو ليس الأول من نوعه تعرض العراق إلى قصف جوي لمرات عديدة من قبل الجارة تركيا التي يدعي السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأنه على علاقة جيدة مرة هذه العراقات بصالح المواطن العراقيين حتى سياسي السنة لهم علاقات وطيدة جدا مع الجارة تركيا ليش ما نستفاد من هذه العلاقات الحلوة الطيبة ونجي نحافظ على دماء شبابنا نحافظ على دماء أولادنا شنو ذنب سياح رايحين للشمال من الضيم اللي ببغداد ومن الحر اللي ببغداد راح حولدهوك دا يتنفسون شوية يجيهم قصف تركي إحنا وين ما نروح على راسنا القصف وين ما نروح إلى متى إلى متى تسترخصون دم العراقي إلى متى ملتهين بصراعات سياسية لأجل مصالحكم الشخصية ونفوذكم السياسي إلى متى ما تلتفتون للمواطن طيب برهم صالح رئيس الجمهورية قال أن القصف التركي الذي طالد هوك وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبنائنا مدان ومستنكر ويمثل انتهاكا لسيادة البلد وتهديدا للأمن القومي العراقي وتكرارها غير مقبول بالمرة بعد دعوات سابقة لوقفي مثل هذه العمال المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار يعني جيرانك اليوم يجي يضرب على بيتك حجار أنت تقول تفتح للباب لا زحمة كافي تضرب يرجع يضرب عليك تفتح الباب الله يخليك كافي تضرب يرجع مرة ثالثة يضربك تطلع نفس الموضوع إلى متى شنو هالردود الخجولة التي لا ترتقي بأن تخرج من دولة تحترن نفسها إلى كل السياسيين إذا ما احترمت نفسكم ما حد يحترمكم فإن تحترموا نفسكم بأن يصير عدكم غيرة على الدم العراقي غيرة شوية عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة يقول أنه يستنكر تعرض مصيف سياحي فيد هوك إلى قصف تركي يودي بحياة عدد من السياح وإصابة آخرين وأن هذه الأفعال المدانة فضلا عن أنها تنتهك سيادة العراق فأنها تستدعي وقفة جادة من قبل الحكومة العراقية لشجبها وسيك الطرق الدبلوماسية للحي الولى دون تكرارها دائما يعني هي المشكلة التي يتعرض إليها العراق اليوم بأنها ليست المرة الأولى التي يتعرض لها أو بها إلى قصف من قبل دولة جارة يفترض أنها حسنة الجوار مع العراق يفترض بأنها تبادل اقتصادي كبير جدا السوق العراقي يمتلئ بالبضائع التركية فضلا عن أن الفيزا التركية زيدوها 60 دولار قبل كم يوم زيدوا الفيزا التركية وإحنا بعدنا نتوسل بالسفارة حتى يطونا فيزا حتى نسافر تركيا نتونس بالصيف لا قعدوا يتروحون تركيا خلينا نحترهم نفسنا على الأقل عفوا السياسيين النائبة السابقة ريزان شيخ دلير قالت الدولة الفاشية التركية لم ولن تحترم أبدا الأرض أو الماء أو الهواء أو حتى أرواح المواطنين العراقيين إن عداء تركيا لسياح والمدنيين اليوم يثبتوا أن حرب تركيا ليست حربا ضد حزب العمال الكردستاني بل هي حرب ضد العراق أكيد هي حرب ضد العراق لأن اليوم ما نشهد فقط قصف تركيا على أراضي عراقية تذهب ضحيته أفراد عراقي طفل عمر سنة ولكم طفل عمر سنة طفل بعمر سنة يروح على مد قصف تركي حزب العمال على من هو دقش مرون يا حزب عمال ناس رايحة دتتونس يا حزب عمال وأنتو يا حكومة عراقية والله كان استحيت وخجلتوا على نفسكم من أطفال نيروحون بهالطريقة المشينة تتجرأ الدول اليوم على العراق لا تتجرأ فقط بالقصف بل بتجويع العراق بتنشيف العراق تجفيف العراق اليوم احنا ذهبين نحو تصحر تصحر بسبب أن تركيا اليوم سادة المي تماماً عن العراق وأنتو قاعدين تستنكرون ليش أستنكر أرد يجب أن يكون هناك رد قاسي من العراق على السفارة التركية والسفير التركي اليوم مو بس بالإعلام ولا بس الناس تطلعت الظاهر اللي محروق قلبها وأنتو سياسيين قاعدين تكتبون بتويتر نستنكر وندين ما هذا المطلوب من عدكم ما مطلوب من عدكم شغل على تويتر مطلوب من عدكم شغل على أرض الواقع شغل خلينا نشوفه ونلمسه من عدكم تجاه القصف التركي أو تجاه أي اعتداء على أرض العراق أي اعتداء يجب أن تخجلوا من نفسكم السفير التركي بالعراق كان إلى تصريح قبل شهرين وبرر بي القصف وكان عذرة أقبح من ذنبة السفير التركي لدى بغداد علي الرضا قال أنه كفاح أنقرة ضد تنظيم بككة الارهابي هو من أجل إعادة بناء سيادة العراق وتعزيزها لا يا ما تستحون سيادة العراق بهذه الطريقة سيادة العراق بقتل أولاده بقتل الأبصال بانتهاك حرمة النساء والرجال بأيام إجازة وبأيام عطلة وبأيام أعياد طيب خلينا نستقبل اتصالات عن هذا الموضوع ولنرى آراء المواطنين بخصوص هذا الشأن سيد علي من الأنبار أهلا وسهلا أهلا وسهلا ألو أهلا وسهلا سيد علي حضرتك على الجو ما رأيك بالتركي على الأراضي العراقية تفضل عليكم السلام شوان 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 ختمونا عزي الشعب العراقي وعزي كل شريف بالعالم سيد علي اسمعني من التليفون رجاء شوان تشوف اليوم شوان تقيم الأداء الحكومي تجاه القصف التركي والله أنا إن شاء الله أكون مناسب من قبل الحكومة العراقية وسوف يكون أقل تجراء من قبل الحكومة العراقية هو طرب السفير التركي وقطع جميع العلاقات مع الجارة البغيظة التركية إحنا مو مو قليل الدم اللي قاعد يسير بالعراق من أجل من أجل والله حزب العمال وغير حزب العمال هذا شعبنا من زاخه للفاو لا نسمح لأي كائن من يكون يستهدف شعبنا أكيد نطلب موقف حاسم من حكومتنا العراقية برد مناسب شنو تعليق عضوية برلمان شنو اقطع السفير اقطع العلاقات مع التركية اطرد السفير اقطع العلاقات الاقتصادية إحنا هذا شعبنا ما نسمح أن أي واحد يتجاوز على شعبنا العراقي والله لو كانوا يستحون كان فعلا ما قبل وأني جدا أشكر اتصالك سيد علي من الأمبار شكرا جزيلا لك عدنا اتصال آخر محمد من بغداد أهلا وسهلا بك سيد محمد أهلا 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 لا أقطع تركية شون لا دبلوماسيا ولا تجاريا نحن لازم نحن نسمح علاقات ويكل الوجوة ها أوكي يعني أنت من جماعة قصفونا وإحنا عادي نستقبل قصف يروحون أولادنا ويرو أربع شباب اليوم ميتين وأربع نساء اليوم ميتين عادي العشون واشيد راح يستنكر وراح يعرض الشهداء ها أوكي يعني يعني هو يموت من عدنا ويضطينا فلوس بعدين عادي بدلهم دية ليش قطعتو قطعتو طيب شكرا جزيلا لاتصالك سيد محمد من بغداد نوعد نوياني عدنان أهلا وسهلا سيد عدنان السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عظم الله أجركم وعظم الله أجر العراقيين جميعا نعزيكم جميعا أيها العراقيون اليوم واسود الله وجوب كل الديول من كل الطرفين أكيد ولعنى الله أبو تركي على قدب إيران والله كل واحد يقصفنا فهو لا يستحق مننا سوى اللعنة إلى يوم الدين كذا إلى متى العراقيين يقتلون بدماء باردة إلى متى نحن الضحايا إلى متى العراقيين هكذا إلى متى متى تصعد الغير بروسهم متى تكون عن شهامة عراقية متى حسن بذلسهم عرب يدافعون عن عروبيتهم يدافعون عن مذاهبهم يدافعون عن قومياتهم يدافعون عن إسلامهم لم يتبقى لدينا كلام لقوله كفى 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 طيب إذن الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب سيد ديار أقراوي أهلا وسهلا بك سيد ديار أحييك بداية أعزي أكيد أعزي حضرتك وجميع العراقيين باستشهاد أخواتنا اليوم وأطفالنا من العراقيين في مصيف دهوك وهم رايحين سياح هناك ما موقف جنابك من القصف التركي اليوم؟ تحية لك ولمشاهدين قناتكم الكريمة بحقيقة أعزي عوائل الشهداء وكل الشعب العراقي وأعزي حضرتك بصراحة اليوم فاجعة كبيرة ولو هذه الأحداث وهذا القتل صار بالنسبة لنا شبه يومي يعني صارت ظاهرة يومية من كلاب إلى السليمانية إلى مخمور إلى دهوك إلى زاخو إلى السنجار هذا القصف صار ظاهرة يوميا وهذه الاعتداءات حقيقة لابد للحكومة العراقية التي هي الجهة الرسمية والمكلفة من الشعب ومن القانون ومن الدستور العراقي عليها أن تضع حدا لهذه الاعتداءات بصراحة ناس عذال جائن من جنوب العراق ومن الوساط إلى منطقة سياحية منطقة سياحية حق لكل الشعب العراقي لاستمتاع وقت مبتع مع عوائلهم ومع ذويهم ولكن للأسف حدث هذا الحادث المؤلم جدا بصراحة ولو هكذا أحداث بالنسبة لنا في أقليم كدسان صارت شبه يومية قرانا هجرت بالآلاف ناس هجرت بالآلاف خسائر مالية بالمليارات يعني بصراحة هذا الوضع لا بد للحكومة العراقية أن تضع حدا لها ولا يكفيها الإدانات والاعتداءات والبيانات سيد ديار حضرتك من دهوك أنت عندك عدد تقريبي عن عدد العوائل التي هجرت قصرا بسبب القصف التركي على دهوك بالآلاف يعني قرانا بحدود المئات القرى من منطقة العمادية ومنطقة زاخوة من منطقة أطراف محافظة دهوك هذا عدد محافظة أربيل ومحافظة سليمانية يعني القرى بالمئات الناس بالآلاف تضرروا بالمليارات تضرروا مزارعهم قراءهم كلهم يعني تضرروا صراحة بأضرار كبيرة لم تكن للحكومة العراقية لأنها هي الجهة الرسمية للدفاع عن المناطق الحدودية لم تكن لها موقفا رسميا غير الإدانات والبيانات وهذه الإدانات والبيانات سوف يزداد يوما عن يوم آلم الشعب العراقي طيب اليوم عندك حصيلة نهائية عن عدد المستشهدين في هذا القصف حسب الأخبار والمعلومات التي تابعتها حصيلة من ثمانية إلى تسعة شهداء والجرحة بحدود الـ 25-26 جرحة وهذه المنطقة هي منطقة سياحية منطقة أمنيا الجيش التركي هو المسيطر لأن هذه المنطقة في الآوينة الأخيرة سيطرت عليها الجيش التركي أمنيا وهي المسيطرة هناك طيب إدهوك ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها للقصف وهجرت عوائل وقتل أبرياء نتيجة هذا القصف خسرت خسائر مادية كثيرة ما هو الموقف على الأقل الموقف من أقليم كردستان حول القواعد العسكرية التركية اليوم في العراق في شمال العراق ما هو الرد على الأقل المحافظة من هذا القصف حضرتك من البداية أشرت إلي أن المواقف كانت خجولة بصراحة من الحكومة العراقية وحتى من حكومة تقليم كردستان لم تكن مواقف حازمة لو كانت المواقف حازمة لما وصلت إلى هذا الاعتداءات اليومية يعني هذه المرة كانت الخسائر من الشعب العراقي في الوسط والجنوب بينما يوميا يوميا هكذا ضحايا موجودة في دوق وفي سليمانيا وفي أربيل وحتى في منطقة كلار يعني صار الشبه يومي الموقف لابد لحكومة العراقية أن تأخذ موقف جاد لأن جهة المكلفة رسميا وكذلك مع الحكومة عقليم كردستان لابد هناك موقف آخر غير المواقف الإدانة والبيانات مواقف قطع العلاقات الاقتصادية تجارية قطع العلاقات السياحية يعني لابد استدعاء سفير أو مثل ما سمعت من بعض الأخوات طرد سفير يعني هذا حق مشروع لشعب العراقي اللي حفاظ على أمنه وسيادته طيب اليوم سمعنا عن الإسراع لسكان محافظة دهوك إلى المستشفى للتبرع بالدم في إشارة إلى وحدة العراق اشرح لي الموقف اليوم بعد ما صار الاعتداء شلون استنفروا أهالي دهوك إلى المستشفيات للتبرع بدمهم من أجل أخوانهم نعم هذا طبع وأخلاق وسنوكيات المجتمع العراقي عامة نقف إلى جانبنا في هذه الحالات ولكن موقف الحكومة لن تكون موقفا حازما وإنما الأهالي نعم الكل مهموا من الكل يتألمون في هذا الحادث لأن أطفال والنساء وأبياء لا يريدون سوى أن يخضوا وقت منتع مع عوائلهم هذا تكون الرد من الدول الجوار للأسف لا بد لموقف جريء لكي ننتهج من هذه الاعتداءات وإنما الموقف الشعبي كشعب الدهوك وكأهالي محافظة الدهوك هذه السلوكيات وهذه الأخلاقيات وهذه التربية الإنسانية موجودة لدينا الكل تهرعوا إلى المستشفيات لتبرع بالدم وحتى المستشفيات في ألبيل وسليمانية حسب معلوماتي أبدأ استعدادها لمساعدة المستشفيات في دهوك في حالة كده اليوم المصيف الذي انقصف في دهوك هو مصيف حدودي على حدود بين العراق وتركيا هل المصائف هناك على طوال السنة خطيرة وممكن أن تتعرض إلى القصف؟ هذه المناطق صحيح هي مناطق كل فترة وفترة يسير بها اعتداد لكن هذا ليس مبرر أن تقتل المدنيين هذا ليس مبرر لهم أنا إذا أسأل عن الأحوال أكيد مستحيل أن تبرير لي مثل هكذا فعل إجرامي قذر ولكن أنا أسأل عن وضعية المناطق الحدودية هذه المصائف هي للجوء العوائل العراقية من الشمال إلى جنوب يروحون هناك يتونسون شوية يشوفون ما يحلوا بيئة حلوة يخلصون من بغداد وهم الجنوب هذه المناطق تعتبر خطيرة اليوم هذه المناطق صحيح هي مناطق حدودية لكن هي مناطق من ضمن الحدود العراقية يوميا الأهالي من إسمائي ماريا من الدهوغ من الجنوب من كل المحافظات يجونوا مثلا يخضون وقت هناك هذه المنطقة صحيح هي منطقة حدودية لكن هي منطقة من ضمن الحدود العراقية لم يذهبوا إلى تركيا لم يذهبوا إلى إراق ما هي ذريعة تركيا اليوم بالقصف؟ هي ذريعتهم على أساس أنهم تلاحق الحزب العمال الكردستاني لكن في الحقيقة هذه المنطقة منطقة قرية برا هي حاليا لا يوجد فيها عزب العمال الكردستاني منطقة أمنية مسيطرة عليها الجيش التركي حسب معلوماتي دقيقة سيد يار يسيطر عليها الجيش التركي؟ نعم يسيطر عليها زاخو أمنيا يسيطر عليها الجيش؟ مو زاخو هذه المنطقة الطراخ حسب معلوماتي أنها منطقة صحيح هناك قريبة من منطقة الشاران يشيب عنها حدود 3 كيلومترين إلى 3 كيلومتر يوجد فيها حرس الحدود العراقية لكن حسب معلوماتي أنه منطقة الطراخ لا توجد فيها لا جيش العراقي ولا حرس الحدود ولكنها الأقرب تحت سيطرة الجيش التركي جويا لأنها جويا وحتى بريا لأن هذه حسب معلوماتي هذه المدافع التي قصفت بأربع قضائف هذه الأسلحة أسلحة متطورة لا يملك غير الجيش التركي شكراً جزيلاً لك مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في دهوك سيد ديارة أقراوي عبر سكايب شكراً جزيلاً لك طيب نرجع لاتصالاتكم دكتور زيد من بغداد أهلاً وسهلاً بيك دكتور زيد من الفلوجة من الأنبار أهلاً وسهلاً دكتور زيد طيب انقطع الاتصال أبو أحمد منين؟ من بغداد أهلاً وسهلاً أبو أحمد أهلاً وسهلاً 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 السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله تحيي لك ست مناولي قادر البرنامج والمشاهدين أهلاً وسهلاً بخصوص القصف التي تركي الاعتداء الذي حصل اليوم نعم بداية نقدم التعازي إلى أوائل الشهداء ولجميع العراقيين الشرفاء اللي يهمهم أمر هذا البلد وشعبه وإن شاء الله الشرفاء العادل آمين 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 يا رب الله يحفظ الجميع أختي العزيزة الاعتداء اللي حصل اليوم لو ما كانت قبل ضعف بالحكومات السابقة والمواقف تجاه الاعتداءات اللي طارت البلد ما كان يحصل اللي حصل اليوم وممكن يحصل بعد أكثر بالمستقبل لو ما تكون هناك رد فعل قوي من الحكومة الحالية بالذات وإذا فعلا كانت في نية الكاظوين جدية أن يقدم شكوى للمجلس الأمن فهذا هو الصحيح اللي يجب أن يصير هناك دول مجرد على رأيي على رأيي ممكن تسحب سفير وتقطع علاقة هذا إعلان حالة حرب نحن اليوم إعلان حالة حرب طبعا إعلان حالة حرب قصف تركيا على أراضي عراقية استشهاد مدنيين طبعا إعلان حالة حرب بعد شواني شواني يصير الاستفزاز بعد شواني هذا إعلان حالة حرب واضحة ست بولا يعني شنو شنو أشتنكر شنو أشتجيب يعني يعني ستعني كمواطن العراقي بجأت خلال هذه 18 سنة بعد الثقوط بجأت من مواقف السياسيين حالي حال كل العراقيين يعني استغرب ما هو الثر في هذا الضغط لدى القائد العراقيين ليش يعني يعني هي تركيا أو الدول المجارب يأكملها هي بقوتها يعني لو إحنا ضعوفنا إلينا إحنا ضعفاء خش سؤال وإلا هو شنو اللي إليش هيك المواقف التصغير فقط على العراق طيب طيب التعدك ممكن تختار العلاقات الدبلماسية والعلاقات التجارية هالسقطعة والمال دول مجاورة سكتوا صارت عمليات وتدخل حتى في اختيار حكومات سكتنا لكن لكن الآن يضرب شعب أعزل بطائرات حربية مدر مدفعية يعني هي النتيجة واحدة هذا الآن حال الحرب طبعاً وإردى شوف إذا أرمال كتل ولا حزاب هذه البقية نشوف يعملهم فقط يكتفي أنه يستنكر طبعاً يكتفي أنه يستنكر طبعاً لك بعضهم جزماً يمحيل فالنيابة عنهم أنا أستنكر نيابة عنكم أنا أبو أحمد العراقي أقول للحكومة التركية نيابة أنا أستنكر وراحز على أليكم نيابة عن السياسيين العراقي المضحك المبكي الشرفاء العراقي وممكن إذا ما يسعود الحكومة المفوضة الشعب الشعب مثل ما يطلع تظاهرات على قطع التاركة هذه الآن حالة تحارب تعمل تظاهرات كافة محافظات العراق يجب أن يكون هكذا موقف للعراقيين شكراً جزيلاً لك أبو أحمد من بغداد دكتور زيد عود الاتصال من الفلوجة أهلاً وسهلاً بك دكتور السلام عليكم شكراً جزيلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً تسمعيني واضح؟ واضح أسمعك ما رأيك من قصف التركيين؟ رأيي أول شيء نسأل الله عز وجل أن يرحم شهدانا وشاهدين أمين وهذه المصادر التي نعتبرها يشمل ويصيب كل العرقيين وكل طوائقهم أمين تحاول تتجاوز على حد الإراق أو الأرض يضب له على الحامي أو على السيادة أو على القيادة أو على حكام البلد وكان هناك رجال فعلاً حقيقيين مكان إيران أو تركيا أو لا تستطيع تتجاوز على البلد أو تقصف المدنيين اللي هم عبارة عن سياح لا يضرون ولا ينصعون مجرد جايين غيرون جوا ويتونسون هاي شاء الله شاء الله هذا الإراق لو كان له كلمة أو حنقول يعني وكانه في مجلس الأمين في عم الممتحدة كان تركيا حسبة حساب اللي سويت اليوم بس العراقيين حتى بسياساتهم كوزرات خارجية ما فرضوا رأيها وشخصيتها وغيرتها بمجلس الأمين وإلا تركيا ما يستطيع تتجاوز ولا تتجاوز هاي هاي مقطع إجراءات المفروض تتخذها الحكومة العراقية دخل تركيا من العراق من ناحية التجارة عبر المليارات الدولارات أول شاء الله يقدرون يمنعون هذه التجارة لأنهم يكون يحزن مع تركيا طرب الشركات يستطيع تمرد تركيا من العراق حصرا طرب السفير التركي ويكون رد حازم من الحكومة العراق شكرا جزيلة لك دكتور زيد من الفلوجة شكرا جزيلة لك دكتور زيد من الفلوجة شكرا جزيلة لك ووقف لأصحاب غير فعلا اليوم يتظاهر بعض من السكان العراقيين أمام السفارة التركية للمطالبة بطرد السفير التركي ينضم معنا مباشرة من أمام السفارة التركية مراسلنا حيدر أنصيف أهلا وسهلا بك حيدر أهلا وسهلا حيدر اشرح لي الموقف جمك وما هي مطالبات المواطنين اليوم من أمام السفارة التركية تفضل صوت ضعيف طيب أنتظر أسمع اتصالاتكم وأراءكم بخصوص القصف التركي اليوم اللي هو ليس الأول من النوع على دهوك أكو اعتداءات مستمرة على طول السنة طول أيام السنة الجيش التركي كان قد بدأ عملية عسكرية داخل أقليم كردستان يعني خيلوا جيش تركي جاي طاب بالكردستان يمسوي عملية عسكرية والسياسيين العراقيين يفتحون تلفزيون يتفرجون اش دايقولون يا قصافنا ش تسوي بعد تركيا حتى تحرك عدكم الغيرة طيب نتصال صباح من بغداد أهلا وسهلا مرحبا وستمونة أهلا وسهلا طبعا نعزل الشعب العراقي ونعزل كل عوالي شهداء اليوم هذا المصاوي على العراق كله أكيد اليوم اختبطت الدماء الكردية والعربية فعلا نلبه فرح عدد الزافر أحسنت فعلا بسان اليوم أسأل الحكومة سؤال اي اليوم احنا لم تليك حشد اي شرطة اي جيش زين وكل هاي السنوب عندها قوة فاروخية وعدها قوة مدفعية وعدها طيران جيش وعدها مسيارات حالو مسيارة واحدة على المكان ما المدفعية العراقي يقدر صباح طبعا احنا تعرفتيني أنا صباحا بالمفسوخة عقودهم زين اوكي العراق يقدر يرد بهالطريقة طبعا يرد طبعا العراق ما يتحمل حرب هل يتحمل العراق حرب هل عنده اسلحة هل عنده مقاتلين طبعا طبعا ستمنى اليوم البيش مرقى اللي كامش الحدود احنا قاتلناهم الكاركوك منصار بيان حيدر العبادي يمتلكون صواريخ حرارية مدافع أفضل مدفع أفضل من مدافع القوات الأنية اللي حركت كاركوك مدفعيتهم ونحنا قاتلناهم ما يقدر البيش مرقى يردع ليهم مدفعية طيب ما رأيك طالهم من الألكين وثلاثة أولاد اليوم يقصون بنا لا عدنا دولة بها خير لا عدنا خارجية بها خير لا عدنا دقلماسية بها حظ بانتش تنتظرين يعني بعد عالم ده تموت في الشارع العوائل وأطفال للأسف للأسف شكرا جزيلا لك صباح من بغداد ننتظر الحلول الدبلوماسية من الحكومة العراقية أعود إلى مراسلنا من أمام السفارة التركية حيدر صيف أهلا وسهلا حيدر إذا تسمعني هسا احشي لي الوضع يمك أكو قوات أمنية متجمهرة أمام السفارة التركية إضافة إلى المواطنين المتظاهرين ما الذي يحصل نعم مونة يعني اليوم الكل متعظ من القرارات يعني الإجراءات التعسفية من قبل السفارة التركية بما يحصل حسب قول المواطنين هناك مزاجية بإغزار البيض للمواطنين يعني اليوم أخا الاتصال ضعيف جدا طيب قد نتصال دكتور أسامة أهلا وسهلا ألو دكتور أسامة تسمعني طيب انقطع الاتصال أهلا اليوم القصف التركي اللي صار على الأراضي العراقية لازم يحرك عدكم شوية غيرة يا سياسيين كل المواطنين اليوم المتصلين كل المواطنين اللي دايعلقون على فيسبوك على لايك كل المواطنين اللي نازلين بالشارع تحرك عدهم هذا الجانب جانب الغيرة ومثل ما قال أحد المتصلين اليوم اختلط الدم الكردي بالدم العربي بسبب القصف التركي قبل سابقا كان قصف تركي يعني يمكن أهل الجنوب لا يشعرون به بحكم أنهم ما ساكنين بالشمال لكن اليوم راحت ضحية هذا القصف جميع أطياف الشعب العراقي بجميع الأعمار طيب نتصال ليان من بغداد أهلا وسهلا ليان مرحبا أهلا وسهلا حبيبتي أعزيت وأعزي نفسي وأعزي الشعب العراقي بس عيسياتي ما أعزي لهم هم اللي استباحوا دمنا أنا وحدة من الناس باتوا أعدي طيارة تركية أعلن أمام الملعي أنا مستحيل بعد أوطأ هاي البلد وأعدي أقامة وهالأقامة راح أمزقها وأعدي شقة هاي شقة ممكن ما ممكن بعد أدخلها إحنا الشعب لازم نتقرى نفسنا إحنا ما عدنا زلم ما عدنا حكومة لو عدنا زلم إحنا كان خافوا من عدهم كان حسبولهم ألف حسار تاسعة تاسعة عفونا ما تقدرون أنتم موزلم تحكمون خلونا إحنا نسوان محكم طلعوا تعبنا حرام عليكم حرام عليكم الله وطلعوا يكون دمنا هذا جنة دم الله إرحمونا إرحموا مهاتنا إرحمونا إرحمونا يا مالكي يا أسر أبو الشعب طلعوا طلعوا كافي كل عراقي عند غيرة على شعبه كل عراقي المفروض اليوم يشعر بالألم والعار ألم وعار لأن انقصفت اليوم الأراضي العراقية بسبب دولة جارة قتلوا أخوتنا قتلوا أبنائنا بسبب حقارة السياسة اتصال آخر منه جلال أهلا وسهلا جلال ألو جلال تسمعني طيب اتصال آخر نبيل من بغداد أهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا نبيل من بغداد مية هلا يا مرحبا نقول مع الأسف الشديد أنه العراقي وصل ليش مرحلة اللي كان اسمه يرعب دول الجوار دول العالم مع الأسف الشديد على هذا الرد البارد من قرار الحكومة العراقية أنا برأيي يعني كدوري كمواطن عراقي المفروض افتداعا يتم صداع السفير التركي ويتقدم له مذكرة احتجاج وكذلك إقامة شكوى في الأمم المتحدة عن هذه الانتهاكات الصارخة من قبل الحكومة التركية وكذلك أدعو الشعب العراقي ورساله إلى السيد القائد ومحبينه والجماهير حول أن القيام بتظاهرة مليونية احتجاجا على هذا الانتهاك الصارخ حتى نسمع كل دول العالم حتى يعرفون شنو العراق وأنا أشكركم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك سيد نبيل من بغداد يعني اليوم المواطنين حرقت قلبهم وكل يفعل ما يستطيع من موقعه والسياسيين ساكتين ساكتين طيب نتصال آخر طيب دائما هذه الجمال جمال من السليمانية أهلا وسهلا بك سيد أم جمال من السليمانية أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك عليكم السلام ورحمة الله أهلا بك سيد كريم احنا معتب مع الفكومة العراقية نسهل صلص عد ما نأسف عليها احنا نأسف على حكومة الاخليم أين المسعود أين المسعود أين المسعود أين طاغام أين شيف لأهول كلهم أين هم أين شوف سياساك ومتعشو في النجال السخيطة ودهما بحكومة بغداد يدري كونها باقي هل تفكر مالك فهنا حكومة من حكومة ترتيبين تعشو في تركيط عدينا ضل من الأرض يجغل تباوك حتى بكارثو اتراك فرأثو حقيقة مكتب لأرث هوا لا ندرك نبي كميد وأنا متؤول حدوة إيطاك ونفلصها مدار السخيطة سوف نتخلصها المستردر ويومن نتبعك ونطلب الثالثة وشهر من الفصوك والمسوانة وشوفوها أسطار دينا أسطار دينا أسطار دينا ونطعو لي نربطها بأسطار بطينا شمي جميعا بس احنا مش ننظر حتى بي الله ونعمل وصيد بكل الشياتي يشرب الدنيا ألاكم شوفوهم كلهم أمراكم كلهم دائموا كلهم وطمو كلهم لأن ما قلين خلالنا وما قلين صدوكنا حسن بي الله ونعمل وصيد جدا أشترك شكرا جزيلا لاتصالة أم جمال اليوم أعجز أعجز عن الغيرة التي تطلع بكل اتصال بكل تعليق بكل رأي عراقي حقيقي يستنكر أي اعتداء من أي دولة أجنبية على العراق وشعبه اتصال آخر منه فاروق من بغداد أهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله طبعا أنا أعزي العراقيين وأعزي نفسنا بالاستشفى المصار والظلم اللي يوقع علينا على العراقيين وطبعا مو وقت تنديده وقت تجيب ولا استنكر يعني تكرر هذا تكررت هاي الاعتداءات على بلدنا وتكررت هاي الاعتداءات على العراق صح يعني ما أعرف شنوي إلى متى الحل بس السوج مو بأحل السوج بالقائمين على الحكوم والسوج باللي قائمين على الدولة السوج يعني أنا أقصدنا قوة أنا أقصدنا قوة أنا أقصدنا قوة أنا أقصدنا قوة هاي العراق قادر على الرد عسكريا يا فاروق قطع الاعتصال طيب أبو سعد من بغداد أهلا وسهلا شلونة ثلاثة من أشياء فارج أهلا وسهلا يعني أنا أجي بس عديق صغير اي أنا هذه الحادثة كل هاي ليه فارج نعم يعني أنت كرئيس وزارة مثلا يعني سمعت الخبر التصف وجاك الخبر يعني ما أقوله أنت مثل قل مواقع المجافع وين ومين تصفت لا أقف دي يسوي تحقيق هاشنو أقف غير يسوي تحقيق لازم تحقيق إحنا ما نشتغل هيتش الدولة العراقية كوش متساعد تحقير أحنا الكل يعرضنا بالدول الشرق الأوطر والعالم يعرضنا شنو رد إحنا إحنا الرد المالتنا المفهوظ لكون حارب حاف يبغل طيير لطيارة الـ 16 يعني بمكانة أبو المتفعية هذا اللي يقصد هسا لي طير الطيارة خليطرد السفير لي طيرها عمي خليها الطيارة نايمة بس خليطرد السفير خليسوي لأي حركة وشنو الفائدة وهي تمال اللي راح تاين ناس تفعبون نحن في المنحس فيها بثاين ناس قطية اللي هسا راح لها أخ وأخوة وأب نحس هم اللي مهمسون هسا النار اللي بداخلهم شنو انت شون تطفوه يعني راح تطرد السفير و راح تسوي الاعتجاجات لا أوقف أوقف يسوي تحقيق حتى ينسي الموضوع حتى ينعاف عاديا هذا ما تفعل حكومة الراغم يا هل يجي دو سبينا و يا هل يجي يعني ما أعرف يعني الصلاحة فهل موضوع يعني ما يراد يعني إذا جبين إن كان بسيط يحكم هذا البلد ويصير هيتش اعتقاء الغيرة اللي بداخلها هي اللي يتحقنا صح والله عزنت والله عاش تيدك شكرا جزيلا لإتصالك يعني لو أقو غيرة بهذا الموضوع والله صح ما تحنصار هيتش شكرا جزيلا لإتصالك أبو سعد من بغداد اتصال آخر منه منتظر مرتضى مرتضى السلام عليك عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا وياش مرتضى من بغداد مئة هله مناسبة يعني هذا القصف اللي عدة مرات هي تركية تقصف صح يعني بس أنا أريد أسأل يعني أول شي هو الجانب الكردستاني يعني الحد الآن هم يحرك ساكن هاي عدة مرات يعني يصير وما يحرك ساكن يعني هم قواعد أسكرية تركية داخل كردستان قواعد أسكرية تركية داخل كردستان فالعلاقات جيدة مولو لا أنا اليوم بالنسبة كعراقي أنا أحكيات محروف قلبي يعني طبعا والله حق أنا كعراقي يعني أنا كعراقي يعني كحكومة يعني حكومة هي ماكو أنت تقدر ترد عليهم يا أخي تقدر ترد عليهم تقدر تضرب لك قاعدة واحدة وقاعدتين وتخليهم يقعدون ويسكتون مولو لا الرد بالمثيل يعني حتى بالقرآن مذكور إن ضربك واحدة يترد علي بالمثيل حتى يقعد ويسكت صح يعني ما أعرف شين هاي الحكومة اللي حائرة والتشريد والقتل والجوع وبياناتهم وهذا يقتل هذا وهذا يجوح هذا وإحنا ضالين الدم العراقي رخيص أرخص الأشياء صار الدم العراقي بالدول كلها كان الدم العراقي أغلى دم وكان الجواز العراقي من يسافر عراقي يحسبون له ألف حساب يعني أنا بس أريد أبتهم يعني هاي السياسين الحد الآن ما أحد مستنكر الحد الآن ما أحد طالع أو حاجي يعني إلى متى هذا الدم الرخيص؟ مواقع التواصل الاشيماعي يقعد يأخذ منه وقت دقيق سين يكتب له بوست هلق الدوتا وخلاص انتهي الموضوع؟ هذا اللي يسألون أنا مو مضمن السياسين يعني أنا اللي جاي أشوفه وأنا ما أحكي بالنسبة السياسين ما أدافع على السياسة أنا جاي أشوف بس بس يعني الحشد والطايا بس هم ولي قاتلون ويدافعون والباقي كلها ساكتك صحيح أنا جدا أشكر اتصالك مرتضى من بغداد وأحيي جميع المتصلين اليوم جميع المعلقين عشتوا عشتوا وعشت غيرتكم العراقية وإن شاء الله بأصواتكم سيتم فرد السفير التركي اليوم أو غدا يجب أن نقف وقفة رجل واحد ضد القصف التركي على الأراضي العراقية وما ننتظر من الحكومة أنه تسوي تحقيق ويرجع ينسد ورأسبوعين وتنسي سالفة سكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة أعزيكم مرة ثانية وألتقيكم غدا إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة